هنروح طبعا لأخبارنا المحلية برضو هنبتدي بكورة اليد كابتل علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات الاتحادية اليد قال الحقيقة وكان ليه تصريح ان اعداد منتخبنا للمونديال مش كافي بسبب كورونا وده وضع طبيعي وانا قلت لكم في اول حلقة حتى منتخب تونس بيعاني من ذلك كل منتخبات اوروبا بتعاني ان ما فيش اعداد ولا مباراة وكان مخطط لهذا المنتخب انه يخوض عشرين مباراة ودية قبل كأس العالم او بطولة العالم طبعا هو ملعبش ولا ماتش او ماتشات قليلة جد فالحقيقة وضع طبيعي ان يطلع تصريح من كابتل علاء السيد زي كده لان كل العالم بيقول كده حتى اوروبا نفسها مش عايفة تعمل اعداد كويس والحقيقة انا شايف ان ده سلاح زوحدين ممكن ربنا اوفقك بشكل كبير جدا وتعمل انجاز ما حصلش انا بقول لكم ساعات بيحصل احنا في اوقات كتيرة جدا ما كناش نبقى متمرنين ولا مستعدين ولا اي حاجة ونروح بطولة لان نفسنا كسبنا الدنيا واخدناه بيبقى الموضوع ده سلاح سوحدين وبنفكركم تاني مجموعتنا تشيلي والسويد والشيك واول ماتشيلي هايكون مع تشيلي في صالة رقم واحد بستاد القاهرة وكل التوفيق طبعا لتحاق كورتالياد ومنتخب مصر كورتالياد وقدهوا قدود يا رجال ان شاء الله